السلام عليكم اخوتي وشاركو ملاباس بخير جينا نحكو على المشتاع بالناصر اللي لعبوه يا خيشتو دارت لكم الرابط تعميلو مع بولونيا ربحو دوا زيرو اللي مركاهم ديوبيت مركاهم إبالاهيموفيتش والهدف التاني اللي تسبب فيه بالناصر في ضرب الجزاء كيمارات تشوفوا اللي هنا يا صراحة نحكو على بالناصر بالناصر اللي شد بلاسو يعني كأساسي في ميلو يعني الله يبارك يعني ما تخممش تقعد السنة السنة جاميس قسيتوني لنا بالناصر أساسي ولا لا لا وهذا هو اللي راهو حادث غير في رياض محرز يعني قلت هاللاعب انقعت وانا التقاريب انقع لي ما تكسرش راسك يوصل ما تشعل شوفره ويلعب وخلاص هذا ما كان وحاجة اللي مليحة بالناصر جاب لي وما بيناتي تانيك اللي يعاول بالناصر يعني نقدروا نقولوا يعني هذا هو الركزات على المنتخب الوطني الجزائري صراحة يعني لاعب من طيراز الرافعة اللي تفهموا علاش الانديا اللي تجري مورا اللي يشوفوا الاماكن تعو تلقى فلاقوش تلقى فلادروات تلقى فلوس يعني شدوا وسط الميدان ولا الميدان مش غير وسط الميدان فلوس يعني مندك تلقى فلادروات تلقى فلاقوش فلاقوش فلادروات يعني بالناصر الله يبارك لو كانتقس الدرجة الحرارية التعوي على الملعب كامل. فهمت الله وبيناسب هل يعدى يهلا You ومالدِ اناروا ماركيتو من ممان في هات المقابلة تشوف عند الاعب عنده الكرة. ما يروح على اللعب ال compañ orders Dia to the store of mom sto皆عود على القورة. عنده حتى الدكاء قالوا انه بالنصر عنده دكاء يعني يمدتüğه مليحات لصحابه. حتى المؤلقة قال إبراهموفيت توارج المقابلة قال لك ويجي موراه بن ناصر قال لك اللي يقدم اداء رائع يعني وصراحة يعني بن ناصر اللي اه هو الراكيزة هو اللي نبنيه عليه المنتخب الوطني الجزائري يعني هو اللي قلب الواسط او قلب الميدان تعال المنتخب الجزائري ربي يحفظه ربي يحفظه ربي يحفظه هذا مكان ونقول واحد النقطة بارك بارسكو سوني عليها صافي نونتو على بن ناصر قال لك كيفاش بن ناصر قال اللي اخترت الجزائر اللي عنه شروع رياضي كان اللي زعفه من هات الكلمة قال لك تسمى مختارش الجزائر من القلب يا خوتي باش يكون في علمكم باللي المغرب كانوا طالبينه قبل الجزائر واش عنده قالوا نديروك للأساغر ومبعد تطلع للأكابر ومبعد جاتوا الجزائر وضمون داتوا راهوا بابه مغربي ويمه جزائرية ومولود في فرنسا عنده الجنسية تلت اختيارات خلينا نقولوا فرنسا ما زال معي تطلوش ولا ولا ولكن المغرب هي اللي سبقت واختار الجزائر قال لي مشاروع رياضي لأنه هو هو يضل يهبط فاقوس للمغرب عنده اهلو في المغرب عنده عمومو في المغرب عنده قد ادعو وضمون داتوا المغرب برفض المغرب ورح للجزائر قال لي انه مشاروع رياضي شي عادي كهو جزائري كهو مغربي نص نص اختار الجزائر مشروع رياضي خلاص صراه معنا يعني ما موت اختار للأحسن الأفضل ليه والأفضل حنا تانيك لينا شاف المشروع تاع الرياضي تاع الجزائر بيلي مشروع مليح ومشروع ليها واللي كعلا راح الوسمو للمتاخب الجزائري ادى لاكوب دافريك وادى احسن لاكوب دافريك يعني هو خير المشروع الرياضي الأفضل اللي شاب بيلي نفسه قادر يساهم في هذا المنتاخب واللي يحقق معاهم امور كبيرة فهمتوش حبيت نقولكم يعني شي عادي طبيعي ان نقول هاتشي لي انه كانت للمغرب سابقة في الجزائر هكذا على كل حال بالنصر الله يبارك الله يبارك اللي ينتمنوا له غير الخير شوفوا ميلان راه يمليها عجبني اللي أبتاحهم كيفاش لعبوا اليوم الخطة تاحهم ميلان اعتمدوا على المرتدات من وسط الميدان او حتى من الدفاع تاحهم يعني من منطقة تاحهم للمرتدات بصح اغلب المرتدات كانوا يستعملوها في وسط الميدان يعني ما يلعبوش الضغط العادي كما اللي تلعبوه موسيستر سيتي انه يلعبو في وسط الميدان يجبدو وبعد يخدمو لك وانطراتك ومن دك هما يقطعوا القوارات سواء بناصر او المدفعين واحد اخرين يقطعوا القوارات وفب ويروحوا مرتدات ديرك فهمتو يعني بناصر جاب بيناتي الله يبارك الله يبارك الله يبارك اللي ندخلو دقاف الموضوع كورونا مشي كورونا كان في القائمة الاحتياط يعني لو كان كانت عنده كورونا ولا كي كان مريد كورونا وما ارجع شو كده كان ما يحطوش اصلا في القائمة فهمتوش حبيت نقول لكم مادم حطوه في القائمة راهو واجد برمي ماشو ما تقول ليش باللي اه باريزون بنو اسمه كورونا علاها مع ريال مادريت كانت تاني كورونا مع ليون كانت وامشي اول مرة يا خوتي فهمتو على هديك اللي الانسان يعني مع لي زجب طورز راك واشوفوا اليوم راهو دخل فيه دن فدو زميطه راهو دخل طورز طورز راهو ليك بلده طورز طويل يعني يلعب اللي حشيفنا اللعب التال طورز يعني لاعب رائع راك وسمعت وحافظ دراجي ويش قال قال يعني جوهرة للالالالالا اسبانية يعني جوهرة اسبانيا احد من جواهر اسبانيا فهمتو يعني انتايا في ميزق وادولا ما رحش يعتمد عليها هاده هاده هي النقطة اللي رانيقول بل رياض محرز هذا العام ممكن تخلاص عليه مال إلا إذا ترتق ماشي فيناش حال مختلت ترتق ويعاودوا ينحي ويعاودوا يريحكوا سيلاحتيات وقد فهمتوا يعني المشكلة أنه في رياض محرز يا خوتي اللي للإنسان صراحة تعب يعني نفسيا أنه يقعد يتبع في السيتي هادي يراه ولعب راه ملعب شراه أحتياطي مراش أحتياطي يحتكي دخله هنا هم لعبوا معه مراش لعبوا معه يعني راكوا تشوفوا راكوا زادوا جو سبنيول في النادي هذا يا تسمى المستقبل تعريض محرز كيفاش راح يكون يعني أنا مدابية صراحة مدابية يخرج من السيتي رياض محرز مدابية يخرج من السيتي صراحة يعني بشوفوا باريكزوم بنتو ما صاني لي صغير على رياض محرز ومحبش يضيق المستقبل تعوي يعني صاني قادر يرياهو بالعقل يزيد عام وعام 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 باش يوصل للسين تعريض محرز لازم له 24 شحال في عمره صاني 22 24 23 باش يلحق للاحق الاسن تعريض محرز يكون ضمن بلاسوا تاع الصحة وإنما محرز ما عندوش الوقت محرز راو في عمره 29 سنة يعني اش حال بقالوا مأسيت يا راهم زادوا جابوا شبان جابوا طورز عدايا في عمره 20 سنة فهمتوا واجه حبيتني قولكم طورز لو كان يتقلق ويكون سريع لأنه آكيد راح يقدر يكون سريع لا رياض محرز ما تجيبش واحد في عمره عشرين سنة الواحد في عمره كما قلوا تساوي عشرين سنة وهذا العام الجاي زديد يدخل في ثلاثين سنة فهمتوا ايش حبيتنا نقول لكم في الفولدين راه قداما كان رياض محرز ضد ريال مادريد راه لعب وسمه لعب فولدين بلاس رياض محرز فهمتوا هدا هو الخوف الانسان اللي راه خايف منه ربحوا منشيستر سيتي اليوم بتلاتة ثلاتة زيرو صح? اه مركاها اه ما علي بايليش نسيتش كل مركاها رأسية شفت لها الرأسية مركاها مركاها دواعون بعد السيتي في اللخرانية خيصوص اللي مركاها البيت اللخراني ونتمنى انا انتمنى صراحة ان رياض محرز يعني ايدا لقى كيفاش يبدل من هات الفارق يروح يعني 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 يدخلوا فيها الشباب كما قلت لكم في الفولدين في عمره تساعتاشين سنة ولا راهوا داخل في العشرين سنة منه زاد طوريز راه وعشرين سنة اه يعتمد بزاف على ستيرلينج اخيش ما يبتلوش置قا وكده يعني رياض محرز صراحة وين راح يلقى ر completamente صراحة رياض محرز يعني ضيع ا Roz하고 يعني غلطة كبيرة كيفاش لما ل rugged cityعني بالك لو كان رياض محرز راح النادي واحد اخر بالك شوفوا ما كاتب الله عل كل حل كان رح الارتصونا وكان كان حيبوا راح الارتصونا بالك لو كان راح مليح لو كان راح بالك وبلن عمي مليح المليح لي شوفوا كل مش يلعب خلاص روش دي جد. شا راو عندو رياض محرس في ماشيستر سيتي عامين ولا عامين ونص. لو كان قداهم هادوك اللي قبل هو ارسونان القبل يعني لو كان راو النورمال موضوكة عندو تلس سنين في ارسونان لو كان راو شايد مما كان اساسيا اللي له يلعب اساسي اللي بلاك يساهم بزاب في الفريق تعالي لان رياض محرس عندو فنيات قبيرة يعني اه يعني شدتو معا الستر سيتي وش كان داير كي كانت الستر سيتي ضعيفة وش كان دايا وده ولا قبير يعني رياض محرس كان راح الارسونان كان يطور من ارسونان يعني زيدي عاونهم بزاف هاكذا خوتي المهمة نتمنى وغير الخير ان شاء الله نتمنى ومحتمى با لك الله ما رأس رياض محرس محتمى علينا ان نكمل وقت العام تانيك مونشيستر سيتي ومحتمى علينا تانيك اساسي ولا مشي اساسي يعني صراحة كي لاعبين بزاف في مونشيستر سيتي اللي ما رأسش يكون اساسي يعني دائما يعني صراحة ما نطوش عليكم خوتي ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام